قامت صباح اليوم إدارة الثانوية الفنية الصناعية مؤتمر نقاش حول دور التكنولوجيا الصناعية في سوق العمل لصالح طلاب الصف الثالث الثانوي جرت المناسبة بمقر الثانوية بحي أردب جمال تقرير هارون أبا أدم من التدريب إلى المقاولة تحت هذا الشعار تجيء هذه المحاضرة التي نظمها الخبير في صناعة المنتجات النهائية عبر تقنيات التكنولوجيا المهندس محمد هنغاتا بالتعاون مع إدارة الثانوية الفنية الصناعية حيث تحدث مدير الثانوية أحمد محمد هارون والذي أثنى على هذه البادرة وأكد أن إدارة المدرسة ملتزمة بتطبيق محاور هذه المحاضرة على أرض الواقع كما أكد أنها تدخل في صميم البرنامج التربوي والتعليمي للثانوية الفنية الصناعية والتي أسست بهدف عداد التلاميذ مهنيا لسد الفجوة في المجالات التي تفتقر إلى مهنيين محترفين في سوق العمل وخلال المحاضرة فقد عرض الخبير محمد هنغاتا التجارب العملية التي حققها منذ أن بدأ العمل كمقاول حيث قام بصناعة بعض الأدوات وعرضها للحكومة وخاصة بلدات جمينة ومع دخول التكنولوجيا في صناعات المنتجات النهائية فقد تمكن من ابتكار هذه الآلات التي حظت باهتمام كبير من الشركاء الذين تعامل معهم وأضاف بأن الهدف من هذه المحاضرة هو خلق روح الأمل في نفوس التلاميذ من خلال تزويدهم بمعلومات عن كيفية وضع خطط واستراتيجيات من أجل النهوض بحياتهم مستقبلا وتحسين كفاءاتهم التقنية للوصول إلى الإبداع والتصنيع الجيد بدءا من المدرسة حتى الالتحاق بالجامعة وما بعد التخرج بشكل يتناسب مع فهم وقدرات الطالب وعقب العرض طرح بعض الطلاب أسئلة تعلقت بمدى جاهزية الخبير حنغاتا لمصاحبتهم من أجل تدريبهم بشكل عملي حتى يتمكن كل من أرد التوجه إلى القطاع الخاص من استثمار معلوماته الأكاديمية وفي ردوده فقد تعهد الأخير بتنظيم ويرش عمل ودورات أخرى مكثفة باستخدام برنامج زكين بالحسب الألي لمعالجة الرسومات والخرائط الهندسية حسب الخطة المدروسة لإنتاج صناعي ناجح وفعال وذلك من أجل تنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية